لوفت هانزا أكبر شركة طيران في أوروبا أفصحت عن استمرار خفض التكاليف وتغيير اسم جيرمان وينكس إلى يورو وينكس شركة الطيران التي لا تزال تعاني من الحادث المتعمد لإحدى طائرات الركاب التابعة لجيرمان وينكس في مارس آذار قالت إن الخلاف المستمر حول الأجور والمعاشات التقعودية مع الطيارين سيؤثر على أدائها المجموعة التي تضم أيضا الخطوط الجوية لسويسرية والنمساوية تحدثت عن خسائر في الربع الأول من العام معدلة قبل الفوائد والضرائب بواقع 167 مليون يورو